زوجك اليوم شهيد زوجك اليوم مات بعد المرض زوجك قتل خطفا او شنق زوجك ضحية كورونا كل الخسارات متوفرة في جعبة نساء العراق الارامل بلاد المليون ونصف المليون ارملة وربما يفوق الرقم هذا التقدير واكثر بكثير وفي اليوم العالمي للارامل تتضح قصص المعاناة والمخاطر التي تخلفها النزاعات المسلحة وغياب خوارزمية الامن في البلاد البيوت لا عماد لها كلما غاب عن الاسرة سيدها ننطر جي تابونا كلمات لا تتوفر في قموس الام العراقية الارملة فيما هي المحرومة من حقوقها والحقوق مغيبة عن غرف صناعة القرار على مر الحكومات المتعاقبة تأتي تغريدة الشيخ جمال الضاري الامين العامل للمشروع الوطني العراقي في صلب معاناة الارامل حيث يفصح عن وجود ملايين الارامل التي بحاجة لدعم وحماية الى جانب حمايتهن من الاستغلال من قبل ضعاف النفوس العيش الكريم الذي يفسر كرامة الاراقي في حياته هو الامر المغيب في بيوت النسوة التي سجلنا في محطة انتظار الصعاب اليوم في ديالة عدنا سجلة رسمياً تسعة آلاف أرملة مستفيدة بدائرة المرأة والرقم هذا هو عشرة بالمئة من مجموعة الارامل في محافظة ديالة يعني الكارثة اللي موجودة بالمحافظة اللي حصلت بالسنوات السابقة خلفت هذا الكم الهائل من الارامل يحدث كل ذلك في العراق وأكثر حين لا يأمن البيت بكل أفراده مستقبلهم فالضبابية سيدة المشهد والأحلام موؤودة قبل أن تزف العروس إلى بيت عريسها لكنها سنة الحياة أو قل فهو الأمل المنشود بأن تعيش العراقية اليوم دون خوف من المستقبل أو انتظار طويل لعودة زوجها إلى البيت بخير وعافية